هذا وتتواصل أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجميع أرجاء مصر حيث يتم إنشاء مجمع خدمي في قرية تنصى بني مالو ببني السويف المجمع الخدمي يضم العديد من الخدمات بطريقة حديثة ومميكنة مثل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومكتب البريد ووحدة التضامن ومكتب التموين بالإضافة للشهر العقاري من اسمها تكتسب معانيها إنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى التخفيف عن كهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر من هنا تتواصل أعمال المبادرة بجميع أرجاء مصر في قرية تنصى بني مالو ببني السويف يتم إنشاء مجمع خدمي يضم العديد من الخدمات بطريقة حديثة ومميكنة مثل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومكتب البريد ووحدة التضامن ومكتب التموين بالإضافة للشهر العقاري نتابع معدات الإنجاز للمشروعات القائمة الموجودة في مركزي ناصر وبيبا بعدد 66 قرية ونتكلم تقريباً في أن نحن عندنا عدد مشروعات مقترحة لألينا بيتصل لـ 1616 المشروع كان من ضمن المحطات بتاعتنا كنا بنناجع في إحدى القرى في مركز بيبا كما تشهد المبادرة إنشاء مشروع إنشاء مخازن الأدوية بمستشفى القرية على مساحة 405 مترات بتكلفة إجمالية تزيد عن 28 مليون جنيه حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 40% وتسعى مبادرة حياة كريمة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات على مستوى الجمهورية تشمل جونب مختلفة صحية واكتماعية ومعيشية كما تجتمع أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المصرية المتطوع للعمل الخيري والتلموي من خلال مؤسسة حياة كريمة